الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح سيسي بالتدقيق الشديد في الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوجبات المدرسية لضمان تقديم أفضل جودة ممكنة للوجبات للطلاب من حيث الشكل والمضمون والقيمة الغذائية متكاملة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المحاور الرئيسية لمنظومة التخذية الصحية لطلاب المدارس وجهود العلاج والوقاية من الأمراض الناتجة عن سوء التخذية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملكة لها من الحدائق والمتنزهات بالشراكة مع الخبرات الأجنبية جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجنة مصطفى الصياد كما وجه الرئيس سيسي بالتوسع في تربية سلالات كثيفة الانتاج من الألبان واللحوم بالتكامل مع جهود تنمية قرى الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود تكليفات رئاسية بوضع سيناريوهات أداء الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة وخلال ترأسه اجتماعا لللجنة الوزرية الاقتصادية أشار مدبولي إلى أن الأمر يأتي من منطلق الحرص على استقراء المستقبل وفق مؤشرات دقيقة في ظل السعي الدؤوب لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص واستعرضت المجموعة الاقتصادية خلال اجتماعها نتائج عمل المجموعة المشكلة لصياغة المؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جانب استعراض التقرير المعد من جانب المجموعة المختصة حول سيناريوهات أداء ومؤشرات الاقتصاد المصري توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جواري الليبيا وتأتي مشاركة مصر في الاجتماع انطلاقا من حرص مصر الدائم على دعم الشعب الليبي الشقيق وتعزيز كافة المساعر رامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة للأوضاع في ليبيا ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية على هامش الزيارة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه المشاركين في الاجتماع تتعلق بتعزيز أطر التعاون الثنائي وتنسيق حياة الأوضاع الاقتصادية محل الاهتمام المشترك أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 432 متعفيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليتفع إجمالي المتعفين من الفيروس إلى 238 ألفا و249 حالة وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي تسجيل 255 حالة جديدة تابتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس مشيرة إلى وفاة سبع حالة جديدة استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق مئات المتظاهرين الذين تجمعوا وسط أثنى للإحتجاج على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلزاميا وأوضحت مصادر للشرطة اليونانية أن حوالي 7 ألاف شخص تجمعوا أمام القلمان اليوناني للتعبير عن رفضهم لإعلان الحكومة مجموعة اليونانية قرارت لحض الناس على التطعيم من بينها عدم دخول مؤسسات للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم باللقاح أعلنت السلطات الأسترالية أنها قررت تمديد الإغلاق في ميلبورن ثاني أكبر مدن البلاد وذلك في محاولة للحد من التفشي الواسع لفيروس كورونا المدفوع بالمتحورة دلتا وقالت السلطات أنه نظرا للعدد المتزايد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لن يتم رفع الإغلاق الذي يعد السادس في المدينة منذ بداية الوباء ويشمل حضرا للتجول وتقييدا للحركة وصل الإعصار إيدا إلى اليابسة في ولاية لويزيانا الأمريكية كإعصار شديد الخطورة من الفئة الرابعة وقال المركز الوطني الأمريكي للأعصير أن إيدا وصل طريقهم بالولاية محملا بالرياح تصل سرعتها إلى 80 كم في الساعة مما أكبر الولاية على تعليق خدمات الطوارئ الطبية من جانبه قال حاكم لويزيانا جون بيل أن إيدا ربما يكون أسوأ إعصار يضرب الولاية منذ خمسينية القرن التاسع عشر في الوقت نفسه حضر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن الإعصار إيدا يشكل خطرا داهما على الحياة مع إمكانية حدوث دمار نهاية مجاز الثامنة فصل قصير ونعود لاستكمال فقراتنا في صباح الخير يا مصر